الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفنة والأنصاري يقدم لكم هذه المادة شكرا كورونا شكرا كورونا هذا الوباء الذي نزل وهذا الوباء الذي عم على الرغم من أنه وباء إلا أن فيه خير وعافية لما ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت كورونا لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فأغلقت كورونا بفضل الله وبعمر الله والذي صلب علينا هذا البلاء أغلقوا جميع الخمارات بكورونا أغلقوا جميع الخمارات بكورونا أغلقوا جميع المقاهي ومنعوا الشيس والدخان بكورونا أغلقوا جميع دور السنين على مستوى العالم بأسره المسلم والكافر البلاد الإسلامية والبلاد الكافرة شكرا كورونا بكورونا أغلقوا بيوت الدعارة على مستوى العالم بأسره بكورونا منعوا شرب الدخان شكرا كورونا بكورونا منعوا شرب الشيشة في جميع بلاد العالم بأسره شكرا كورونا بكورونا أغلقوا المراقص على مستوى العالم بأسره شكرا كورونا بسبب كورونا منعوا الاختلاع بين الجنسين شكرا كورونا بسبب كورونا البس الرجال والنساء النقاب الكمامات شكرا كورونا بسبب كورونا علموا العالم باسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم علموهم سنة النظافة اذا عطت الانسان ان يعدص في منذيل ويحمد الله جل وعلا اذا كان مريضا لا ينتقل الى جماعة من الاصحاء شكرا كورونا ألزمتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمتهم النظافة علمتهم سنة النبي ان يغسلوا اليدين قبل الطعام ويغسلوا اليدين بعد الطعام شكرا كورونا فقد ألزمت الناس البيوت جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عزني عزني قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خضيئتك ألزمت الناس البيوت جلس الناس مع ابنائهم كان الابناء والزوجات حرموا من آبائهم سنوات عديدة فجاءت كورونا واجلستهم في البيوت والزمتهم الجلوف مع ابنائهم وازواجهم ليشعروا بالدفء الاسري ويشعروا بالترابط الاجتماعي ويشعروا الاب بابنائه ويشعر الابناء بابائهم شكرا كورونا التي امرت بالمعروف ونحت عن المنكر لما امتلت النوادي والمباريات بمئات الولوف من المشاهدين وخلت المساجد من البشر اغلق الله المساجد في وجوههم فلما اعرضوا عن الله اعرض الله عنهم شكرا كورونا جاءت لكي تعرفهم الرجوع الى الله والعودة الى الله والحاجة الى بيوت الله جل وعلا شكرا كورونا التي منعت الشزوز الجنسي اين من كان يتمجحون وينادون بالقبلات المحرمة منعتهم كورونا من هذا كله منعتهم كورونا من الزنا منعتهم كورونا من القبلات المحرمة منعتهم كورونا من الاحضان المحرمة شكرا كورونا شكرا كورونا ان هذا البلاء على قدر ما فيه من بلاء إلا أن فيه الخير الكثير للمسلمين إذا عادوا وتابوا وأنابوا إلى الله اللهم تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم جزى الله خير من ساعد على نشر هذه المادة اللهم من نشر هذا المقطع اغفر له ذنبه وارفع به درجته واجعله لنا وله صدقة جارية وتقبله منا ومنه يا رحمن